جوقة صوت المعمدان اللي معانا اليوم من الصبح حي الجوقة عمرها أكثر من مئة سنة من يعني زي ما نقول من وقت كنيسة يوحن المعمدان بما دبا اليوم هم مرافقين بنتعرف عليهم أكثر أهلا وسهلا منتصر قائد الجوقة أهلا وسهلا فيك منتصر جريس منتصر أبو جريس أهلا 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 يا منتصر يعني مثل ما حكيت رندا الجوقة عمرها مئة سنة من عمر الكنيسة ولكن الأجيال طبعا بتتتابعوا وبتتغير احكي لنا شوي بس عن هاي الفكرة والنشأة أولا شأن نشكركم على الصدافة الجميلة ثانيا نحن نحكي عن جوقة رعوية وكجوقة رعوية إذا من تأسيس الكنيسة ما بتقدر تخط كنيسة غير يكون فيها جوقة تحيي قددسها فهي جوقة تتابعت من كهنة كانوا مستلمينها من راهبات لأشخاص علمانيين مدربين تابعت على هذا الأساس كان من الأشخاص المعروفين أبونا جورج سابا وكان شخص موسيقي معروف يعني استلم الكنيسة واستلم الجوقة لفترة منيحة وتابعت أبونا وسام المنصور ساري كراتشي ويليام القنصل أبونا جورج أيوب أشخاص كثير استلموا هالجوقة واستمرت لحد يومنا هذا حتى أنها تكون جوقة دائما موجودة للكنيسة ولها الرعية دائعين ودم متجدد وصبايا وشباب أهلا وسهلا فيكم بدعين معنا اليوم شون أشاطات جوقة صوت المعمدان بهالأيام نحن نحكي على مستوى الرعية هي دائما مشاركة في قددسها قبل الفترة كان لدينا أمسي ميلادية أحيانا أمسي ميلادية في الرعية وأحياناها برضو في سماكية في بلدة سماكية برضو إن شاء الله خلال الفترة الجاية سنحضر لأمسية الإيستر أيد الفصح وإن شاء الله سيكون عندها أول نشاط خارج البلاد في اليونان بإذن الله تعالى بشهر أربعة حتى تكون أول مشاركة لجوقة صوت المعمدان خارج البلاد باحتفال موسيقي للسنة الثامنة على التوالي لأيلو حلو حلو كير طب يعني منحب نعرف شوي عن أهمية الجوقة بالنسبة لمسيرة الكنيسة يعني أكيد بتكون يعني تتابعا أو جنبا إلى جنب فأديش الأهمية يعني أنتوا بتشوفوها وتجسدوها يعني هي مساعد جدا مهم حتى تساعد الناس تتصلي القديسة غسطينوس بحكي لنا مرتل فقط صلى مرتين ومن الأساس هذا إحنا منساعد الناس ترتل معنا وتصلي معنا وتنتقل إلى جو روحاني يساعدهم في دخول في عمق الصلاة وعمق موضوع الإنجيل اللي يتحدث فيه نعم هلأ أنت كل أحد موجودين بكنيسة هذا العمدان؟ نعم مين يدرب الجوقة على الموسيقى والنوتات والترتيل؟ حاليا أنا مستلم التدريب من شهر ثلاث مستلم التدريب تتابوا على اللي كانوا قبل وكل فترة بيكون عنا دورة معينة مع شخص معين موسيقي يعني قبل فترة كان معنا مع المرنم فارس عباسي إن شاء الله خلال الفترة الجاية برضو رح يكون مع أشخاص تانين شاركتنا برضو المرنم ميراس ميرات في دورة خلال مخيم للجوقة فكل فترة بيكون عنا تجديد وأساس لهذه الجوقة حتى تستسنع كيف أستاذ منتصر بيعزبكم والأسنية؟ واضح من الضحكة ما شاء الله شكراً لكم كل سنة أنتم سالمين شكراً شكراً كل سنة أنتم سالمين شكراً